بني الإسلام على خمسة أركان منها صيام رمضان وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس واختلفوا في النية فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها شرط في صحة الصوم وذهب المالكية والشافعية إلى أنها ركن يضاف إلى الإمساك وسواء اعتبرت النية ركنا أو شرطا فلا يصح الصوم كغيره من العبادات إلا بنية مع الإمساك عن المفطرات ومفسدات الصيام سبعة جمع الله تعالى أصولها في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع أما سائر المفطرات فقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ومن ثم كانت مفسدات الصيام سبعة هي الجماع الاستمناء الأكل والشرب ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم في الصائم والإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب إخراج الدم بالحجامة ونحوها القيء عمدا خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة ومن سنن الصيام وآدابه الحرص على أكلة السحر لما فيها من البركة تأخير السحور وتعجيل الفطر الانشغال بالذكر والدعاء وقراءة القرآن إذا سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم الدعاء عند الفطر إفطار الصائم على رطب أو تمر أو ماء إذا أفطر فليقل ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله فاحرص على أداء الصيام كما أمر الله تعالى وسن رسوله صلى الله عليه وسلم وأبشر بالأجر الكبير والثواب العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترجمة نانسي قنقر